حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية مشددا على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة ونبه جلالته إلى أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف في الأراضي المقدسة مطالبا بوقف فوري ودائما لإطلاق النار في غزة وإيجاد أفق سياسيا لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وأعد جلالته التأكيد على أن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة حرب ولن يقبل بأي أفعال تمس استقراره وأمنه